منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع ايران انتهجت واشنطن سياسة فرض العقوبات بشدة متفاوتة في محاولة منها للضغط على الحكومة الايرانية في احدث صور ذلك فرضت واشنطن عقوبات جديدة تستهدف نحو عشرة كينات ومسؤولين ايرانيين وارجعت وزارة الخزانة الامريكية سبب الخطوة الى ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في ايران تستهدف هذه الاجراءات على وجه الخصوص وحدات خاصة من قوات الامن الايرانية ومن بين المسؤولين المستهدفين بالعقوبات الامريكية قائد الوحدات الخاصة في قوات فاذ القانون وقائد مكافحة الارهاب كما فرضت عقوبات على مسؤولين في سجني زهدان واصفهان بسبب اعدام سجنافهما وفقا للسلطات الامريكية وتضاف هذه العقوبات الى مجموعة تدابير مشددة استهدفت ايران منذ عام 2018 كان ابرزها حظر تبادل الدولار والمعادد النفيسة مع طهران اما العقوبات الاشد وطأة فكانت على قطاع الطاقة الاراني حيث اعلنت واشنطن عن فرض عقوبات على اي دولة تتعامل مع طهران في هذا المجال كما شملت العقوبات الامريكية المؤسسات المالية الاجنبية التي تتعامل مع المنك المركزي الايراني وبقية المصارف الايرانية وقد طالت العقوبات الامريكية مسؤولين ايرانيين بارزين وعددا من قادة الحرس الثوري هذه العقوبات وغيرها تأتي جميعها قبيل انتلاق جولة جديدة من المحادثات في فيينا السعي لاعادة التزام ايران بالاتفاق النووي كما انها تأتي بعيد انتهاء جولة لم يحقق فيها اي تقدم يذكر